دعنا نقول بأن لدينا جسم يتحرك في مسار دائري مثل هذا والذي مرسم هنا عبارة عن متجه سرعة عند عدة نقاط مختلفة على طول المسار إذن هنا سوف يكون V متجه السرعة الأول V1 وهذا سيكون متجه السرعة الثاني V2 وهنا فوق سيكون متجه السرعة الثالث V3 وسوف نفرد في هذا الفيديو أن مقدار متجه السرعة هو ثابت أو طريقة أخرى لتفكير بهذا أن السرعة هي ثابتة إذن سوف أقول في حالة انخفاض V بدون مؤشر فإنه سوف يكون كمية قياسية هذا يسمى السرعة أو بإمكانك تسمية هذا بأنه مقدار هذه المتجهات وسوف يكون ثابت إذن هذه سوف تكون مقدار المتجه الأول والتي تساوي مقدار المتجه الثاني في الواقع الاتجاه تغير لكن المقدار سوف يبقى ثابت ويساوي مقدار مقدار المتجه الثالث V3 وسوف نفرد أنه يتحرك في مسار مسار دائري بنصف قطر مقداره R إن الذي أفعله هو عملية رسم موضع المتجه عند كل نقطة لنكون بتسمية هذا بـ R1 هذا موضع المتجه الأول وهو R1 R1 المتجه الأول وهذا موضع المتجه الثاني R2 إذن من الواضح أن الموضع يتغير ذلك موضع المتجه الثاني R2 وذلك موضع المتجه الثالث R3 ولكن المقدار لموضع المتجهات من الواضح أنه متساوي وإنني سوف أسمي مقدار متجه هذا بـ R ذلك بالضبط هو نصف قطر الدائرة هذه المسافة هنا إذن R تساوي مقدار R1 والتي تساوي مقدار R2 والتي تساوي مقدار R3 الآن إن الذي أريد أن أفعله في هذا الفيديو هو إثبات أنه بإعطائك هذا القطر وإعطائك السرعة فإن مقدار التسارع المركزي سوف أكتبها كـ AC تسارع المركزي لا يوجد مؤشر في الأعلى إنها كمية قياسية إذن مقدار التسارع المركزي سوف يكون السرعة مربع السرعة الثابتة مقسوم على نصف قطر الدائرة هذا الذي أريدك أن تدركه جيداً وبعمق عند الانتهاء من هذا الفيديو وأن تفهم ما الذي أريد أن أفعله أريد أن أرسم هذه متجهة سرعة على دائرة أخرى أن تتفكر كيف المتجهات نفسها تتغير دعني أنسخ وألصق هذا دعني أنسخ وألصق المتجه V إذن ذلك هو V المتجه V V1 في الواقع أريد أن أفعل ذلك من المركز إذن هذا متجه V ونفس الشيء للمتجه V2 دعني أنسخ وألصق المتجه V2 هنا حسناً ودعني أيضاً أقوم بذلك للمتجه V للمتجه V3 إذن حصلت على الناقلات من خلال النسخ واللصق وهذا المتجه الموجود هنا V3 دعني أمسح هذا قليلاً إذن هذا واضح أنه المتجه V2 لا أعتقد أننا بحاجة للصقه أكثر نحن نعلم أن المتجه V2 هو بورتقالي نعلم أن المتجه هذا هو V1 ومقدار نصف القطر الدائرة الموجود هنا النصف القطر الدائرة سيكون مقدار متجه السرعة ونحن في الواقع نعرف مقدار متجه السرعة هي هذه القيمة وهي كمية قياسية إذن نصف القطر للدائرة هو V ونصف قطر الدائرة نحن نعرفه يساوي R يساوي R وبالضبط لدينا متجه السرعة والذي يعطي تغير في موقع المتجه بالنسبة للزمن ما المتجه الذي سوف يعطي تغير في متجه السرعة بالنسبة للزمن؟ جيد ذلك سيكون متجه التسارع إذن يوجد لدينا تسارع وسوف نسمي هذا A1 ونسمي هذا بـ A2 وسوف أسمي هذا بـ A3 وأريد أن أحصل على هذا التشبيه هنا عندما نتحرك في متجه موضع دائرة أولاً من النقطة لليمين وبعدها فوق ويوجد نوعاً ما 11 موضعاً أو أعتقد فوق الشمال الأعلى وبعدها للأعلى إذن يمكن تشبيه ذلك بالحركة عقارب الساعة في اليد وما الذي يتحرك خلال ذلك هو تغير في موضع متجه مثل حركة عقارب ساعة اليد فوق هنا متجهات السرعة والتي تتحرك حولها كحركات عقارب الساعة وما الذي يتحرك حولها هذه متجهات التسارع وهنا متجهات السرعة ويوجد مماس لنصف القطر أو آسفة يوجد مماس للمسار والذي هو دائري إنها عمودية على نصف القطر لقد تعلمت ذلك في علم الهندسة ذلك الخط هو مماس دائرة وهو عمودي على نصف القطر وسوف تكون نفس الشيء هنا إنني أرجع إلى ما تعلمناه سابقا عندما تعلمنا عن شعورنا بالجاذبية الأرضية إذا نظرت لـ A1 الموجود هنا هذا المتجه سوف يكون مثل هذا وسوف يكون باتجاه المركز A2 مرة أخرى سيكون باتجاه المركز وـ A3 إذا نقلت ذلك سوف يكون باتجاه المركز أيضا إذا في الواقع كل هذه هي متجهات باتجاه المركز أنت تشاهد هنا إذا كل هذه في الواقع هو تسارع متجهات تتسارع نحو المركز وهنا نحن نتكلم عن مقدار التسارع وسوف نفرض أنها جميعها نفس الشيء لها نفس المقدار إذا سوف نفرض أن هذا تسارع المركزي وجميعها لديها مقدار ما نسميه بـ AAC إذا مقدار التسارع المركزي يساوي مقدار A1 ذلك المتجه ويساوي مقدار A2 ويساوي مقدار A3 الآن إذا الذي أريد أن أفكر به كم المسافة التي سوف نحصل عليها عند النقطة من هذه الدائرة إلى النقطة لتلك الدائرة إذا الطريقة التي تفكر فيها هو طول القوس الذي قطعته إذا إن طول القوس الذي قطعته الموجود هنا يساوي ربع هذه الدائرة وسوف يكون ربع من المحيط المحيط يساوي 2xR وسوف تكون ربع هذه القيمة إذا طول القوس ذلك هو طول القوس يساوي ربع 2xR وكم الفترة زمنية لقطع ذلك جيد أنت سوف تقسم طول المسارع على السرعة الحقيقية إذا نريد أن نقسم هذا على السرعة أو مقدار السرعة ليست السرعة هذه مقدار السرعة هذه ليست متجه إنها مقدار إذا هذا سوف يكون الزمن الزمن لقطع ذلك المسار الآن الزمن اللازم لقطع ذلك المسار سوف يكون بالضبط نفس الزمن لقطع ذلك المسار بالنسبة لمتجه السرعة إذا هذا متجه الموضع للحركة مثل هذا هذا متجه السرعة مثل هذا إذا ستكون نفس الشيء كتي إذا ما هو طول هذا المسار والآن نفكر بها بصورة بحثة بعلم المثالثات وننظر إلى هذه الدائرة الموجودة هنا نصف القطر لهذه الدائرة هو V إذا طول هذا المسار هنا سيكون ربع سأستخدم لون آخر هذا سيساوي ربع ضرب المحيط لهذه الدائرة والمحيط لهذه الدائرة هو يساوي 2xR 2xR ضرب نصف القطر وهو V الآن ماذا يساوي طول هذا القوس هنا ماذا يساوي طول هذا المسار والذي يعبر عنه عن مقدار السرعة هذا يساوي مقدار السرعة ومتجه السرعة إذا القوس هنا يمثل مقدار مقدار متجه التسارع إذا هذا سيساوي سيساوي AC على AC وهذا الزمن وسيكون نفس الشيء هذا المتجه سيكون هكذا وستكون نفس كمية الزمن التي تجعل متجه السرعة ليذهب بهذا الاتجاه إذن إذا وضعنا هذين الجسمين بتساويل بعضهم البعض سوف نحصل على هذا الجانب وهذا سيساوي ربع ضرب 2πR تقسيم V مقسوم على مقدار السرعة وهذا سيساوي ربع ضرب 2πV نصف القدر وهو V على مقدار متجه التسارع والآن نستطيع تبسيطها أكثر نستطيع قسمة كلا الطرفين على 1 على 4 وهذه تلغى ونستطيع قسمة كلا الطرفين على 2π وهذه تلغى إذن دعني أعيد كتاب ذلك R على V تساوي V على التسارع المركزي ونستطيع الآن عمل الضرب التبادلي إذن بعدها سوف نحصل على V سوف نحصل على V ضرب V وهي تساوي V تربيع V تربيع وهذه ستساوي R ضرب AC وضرب التبادلي تذكر هذا نفس الشيء ضرب كلا الجانبين بالمقامات إذن بواسطة ضرب طرفي المعادلة بVAC إذا ضربنا هذا بVAC سوف يعطي نفس الشيء إذن إذن هذه تلغى مع هذه ويبقى لدينا V تربيع تساوي V تربيع تساوي AC R والآن نحل لمقدار التسارع المركزي وأنت تقسم طرفي المعادلة على R وأعتقد أننا حصلنا على مقدار التسارع المركزي مقدار التسارع المركزي والذي يساوي V V تربيع على V تربيع على نصف القطر R نصف قطر الدائرة وقد فعلنا هذا وانتهينا نصف قطر الدائرة وقد فعلنا هذا